كما استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظيمي كلا من وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني الوزير أيمن الصفضي وذلك في إطار الزيارة التي يجريانها حاليا في العاصمة العراقية بغداد وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث ورسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول سبول تعزيز علاقات التعاون الثلاثي في مجالتها المختلفة خاصة في مشروعات التعاون الاقتصادي والتجاري والبناء على ما تحقق من زخم في إطار القمم التي تجمع القيادة السياسية في مصر والعراق والأردن وما يصدر عنها من تكليفات بالمدي قدما في تعزيز أواصر العلاقات في كافة المجالات والمشروعات التي تحقق التنمية المشتركة وعلى نحو يضمن المردود المباشر والناجس لتلك المشروعات على شعوب الدول الثلاث كما تم خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني والدفعي المشترك ضد التنظيمات الإرهابية والتأكيد على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الإطار بما يضمن توفير بيئة آمنة للازدهار الاقتصادي اشتركوا في القناة